اشتركوا في القناة المجموعة الجديدة تضم عناصر فيلق الرحمن وجيش الفسطات وتقارير تتحدث عن مفاوضات روسية للتسوية مع جيش الاسلام في دومة موسيقى طفيها المبعوث الاممي لليمن مارتيني غريفت لأول مرة منذ توليه مهامه بدأت محاولة اممية جديدة لحلحلة الازمة التي تدخل اليوم عامها الخامس المبعوث الاممي الخاص اكد انه لن يبدأ من الصفر وسيستمع الى وجهات نظر جميع الاطراف المعنية فيما قال التقارير الصحفية انه يحمل في جعبته خطة تسوية شاملة للازمة من اليمن الى سوريا التي تستمر فيها عملية اجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم من بلدات ومناطق الغوطة الشرقية هذه المرة يأتي دور فصيلي فيلق الرحمن وجيش الفستاط اجلاء الدفعة الجديدة من المسلحين يعني سيطرت الجيش السوري على تسعين بالمئة من الغوطة فيما يبقى جيش الاسلام ليوفاو الدمشق وحلفائها اما على البقاء او على الخروج هذه ملفاتنا لهذا اليوم ننقشها مع اصحاب الرأي والاختصاص كما نرحب دائما بمشاركاتكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا او من خلال الرسائل المسموعة والمرئية برنامجنا يبدأ بعد القاصل السلام عليكم اذا ماذا يحمل المبعوث الاممي الجديد لليمن مارتين جريفث في اول زيارة له للبلاد هل ثمت خطة شاملة للتسوية سيعرضها على اطراف الخصومة كما تتحدث التقارير ام انها مجرد جولة استماع لوجهات نظر الجميع ومن ثم يبدأ البحث عن الحل ماذا قصد جريفث بانه لن يبدأ من الصفر وما هي مرجعية مبادرة جريفث ومدى استعانته بنتائج جهود سلفه الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ اولى الخطوات الفعلية للمبعوث الاممي الجديد الى اليمن البريطاني مارتين جريفث لانهاء الازمة التي تدخل عامها الخامس اول زيارة له الى اليمن برفقة نائبه معين شريم حملا وفقا لما وصفته تقارير بالخطة الشاملة للتسوية في اليمن زيارة جريفث الى اليمن بدأت من صنعاء حيث يعرض ما لديه على قيادات من ميريشي الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام قبل ان ينتقل الى عدن للقاء مسؤولين من الحكومة اليمنية جريفث اكد خلال مؤتمر صحفي انه سيستمع الى كافة وجهات النظر التي ستطرح من جميع الاطراف مهمتي في الايام القادمة هي الاستماع والتعلم ومحاولة فهم وجهات النظر والوقوف على اولويات وملاحظات الاشخاص الذين سألتقيهم هنا ونتيجة لذلك امل ان نتعلم كيفية الاطلاع بمسؤولياتي المبعوث الاممي الى اليمن اكد انه لن يبدأ من الصفر في مساعيه الرامية الى ايجاد حل سياسي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين مما يثير التساؤل حول مرجعية مبادرة جريفث ومدى استعانته بنتائج جهود سلفه الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد وكان ولد الشيخ قد قاد جولتين سابقتين من الحوار بين الشرعية والانقلابيين في سويسرا قبل ان تصديف الكويت اخر الجولات واطولها من حيث المدة الزمنية في ظل مماطلة جماعة الحوثي وتعنتها في الموافقة على مقترحات الحل في الشق الامني والعسكري الذي يقضي بتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة لقاءة جريفت مع اطراف الصراع اليمني ستركز على ضرورة عقد جولة نرابعة من المفاوضات تحت رعاية الامم المتحدة لوضع حد للازمة اليمنية وبينما يكتنف الغموض ملامح خطة التسويق التي يحملها جريفت يقول مراقبون ان حصيلة لقاءاته في الرياض مع رئيس عبد الرب منصور هادي ومسؤولين يمنيين تشير الى ان مقترحات المبعوث الاممي لحل الازمة لابد وانها ترتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي معي من العاصمة الاردنية عمان سيد عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي ومن لندن السيد علي نعمان المصفري المحلل السياسي اهلا بضيفي الكريمين وابدأ معك سيد المصفري في لندن الان لهجة تفاؤلية من المبعوث البريطاني الاممي الجديد مارتين جريفت ما هو سر التفاؤل الكبير الذي ابدأه المبعوث الدولي الجديد هل لهذا التفاؤل ما يبرر ويدعم من اجل الوصول الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار حقيقة الامر التفاؤل هذا جاء نتيجة للمعطيات التي هي ليست فقط على الارض ولكن ايضا للتحولات في المشهد السياسي سواء الاقليمي او الدولي اضافة ايضا الى ان الدفع القوي بالاعتبار ان هناك خالفية دبلوماسية وسياسية يمتلكها الرجل من خلال ايضا عمله في معهد الاستراتيجي الاوروبي للسلام اضافة ايضا الى درايته من خلال الاتصال او الزيارات المتكررة والتقاه خلال الفترات الماضية باطراف النزاع اضافة الى هذا فان هناك عوامل اخرى جديدة تدفع السيد جريفيتس من انه يتفائل من ان هناك معطيات على الارض خصوصا في مين يتعلق بالتغيرات التي حصلت في الخارطة التحالفات في صنعة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله الصالح في 4 ديسمبر العامل الفائت اضافة ايضا للتغيرات التي حصلت داخل القروب بعد 30 يناير الفائت وهناك ايضا رغبة حقيقية لان توفرت من كافة الاطراف على اعتبار ان الحوثيين انفسهم لم يستطيعون خلال الفترة الماضية من ادارة حتى شؤون المناطق التي تخضع لسيطرتهم وايضا انهاكم في العمليات الحربية المتتالية قراء ايضا الضربات القوية سواء من قبل المقاومة او من خلال ايضا الطيران التحالف العربي اضافة ايضا لان سيد جريفيتس هو بريطاني الاصل والملف اليمني خصوصا تتابعه المملكة المتحدة ومن خلال ايضا مفهومية وقدرة ودراية المملكة المتحدة ليس فقط بالملف اليمني ولكن ايضا بالمنطقة على اعتبار ان هناك امتدادات تاريخية يستطيع جريفيتس من خلال الدبلوماسية البريطانية والغربية وحتى ايضا ما فيها الامريكية من ان يبحث عن العناصر الايقابية تلك التي كانت معطلة خلال الفترة الماضية لإيجاد حلول اخرى جديدة تبكرها اولا من الاستماع للناس الذين هم موجودين الان على الارض نعم استاذ عبد الناصر هذه هي الزيارة الاولى لمبعوث دولي الى صنعاء منذ العام 2014 هل هي زيارة استطلاعية ام بنيت على مؤشرات كما يقول الاستاذ عليها مؤشرات ايجابية وصلت المبعوث الدولي الجديد مساء الخير حياك الله حياك والضيفك الكريم اولا ليست الزيارة الاولى من 2014 هي الزيارة المبعوث السابق ولد الشيخ كان في صنعاء في بداية 2017 وبالتالي المبعوث الجديد يأتي بعد سنة هم في الفترة الماضية الحوثيين قاطعوا ورفضوا ان يستقبلوا المبعوث السابق ولد الشيخ الان يبدو ان الظروف الحالية من الناحية الشكلية تبدو مبشرة بان هناك امكانية للنجاح ولكن الاقراءة عميقة للمشهد اليمني تشير الى ان الوضع اكثر تعقيدا مما كان عليه من ثلاث سنوات الحوثيون اصبحوا قوة مسيطرة سياسيا وعسكريا على المنطقة الحصينة والمهمة في اليمن على اكثر من 70% من السكان وعلى منطقة الجبال المنطقة التي تعطي من يسيطر عليها ميزة الدفاع والسيطرة عليها وصعوبة اختراقها اضافة الى ذلك الاطراف الاخرى التي تقاوم الحوثيين مشتتة ومفرقة ولديها اجندات مختلفة كثيرة وبالتالي الحوثيين هم في وضع افضل مما كانوا عليها الامر الذي يعني بانهم لن يقدموا اي تنازلات ضرورية باتجاه الحل واي توقف للحرب في هذه المرحلة ستكون انتصارا بالنسبة لهم لهذا السبب المبعوث الاممي في المرحلة الحالية ليس لديه الا ان يستمع الوجهات نظر جميع الاطراف واكثر ما يمكن ان يقدم عليه هو ان يستطيع ان يعيد الاطراف الى طاولة المفاوضات وليس الى اي جاد تسوية اي جاد تسوية في الوقت الحالي طموحة فكرة طموحة جدا لا تتلاءم مع واقع الحال على الارض نعم استاذ علي اذا ثلاث سنوات لاسماعيل ولد الشيخ قبل جمال بن عمر في الوساطة الدولية بين اطراف النزاع اليمني دون تحقيق اختراق حاسم في جدار هذه الازمة المعقدة ما الذي سيختلف مع المبعوث البريطاني في النجاح بما فشل فيه ولد الشيخ وسابق بن عمر القديد في خطة جريفذيت من انه يستطيع اختراق القدار لعوابن كثيرة ضافية ومعطيات اخرى ان هناك ايضا استعداد من قبل الاطراف تلك التي لم تكن موجودة اساسا في المباحثات السابقة سوف تدخل الان او سوف يتم على الاقل الاستماع لها ومنها ايضا الحراك القنوبي او المجلس الانتقالي او المقاوم القنوبي اضافة ايضا الى بعض الاطراف تلك التي في صنعها لم يتم الاستماع اليها خلال الفترة الماضية وتم حصر فقط المحادثات او المباحثات او الوساطة فقط ما بين الحكومة الشرعية وما بين جماعة الحوثي وجماعة علي عبدالله صالحة الان تعددت الاطراف وتغيرت ايضا خارطة التحالفات السياسية سواء في صنعها او ايضا في القنوب وبالتالي الان هذه الدفع واضافة ايضا الى النئة السادقة من قبل الاخوة في التحالف العربي وهذا مهم جدا من انهم يريدون بالفعل ايجاد حل سلم عادل ليس فقط لصنعها ولكن لكل الاطراف في اليمن وبالتالي وهناك ايضا نئة حقيقية من قبل المجتمع الدولي على اعتبار ان اليمن خلال فترة الثلاث سنوات ماضية قد انهك تماما ولم يعد يحتمل الى مزيد من الحرب والى مزيد من المعاناة اضافة ايضا الى الضغط الدولي القوي من قبل المجتمع الدولي ومقلة الام والامم المتحدة على بعض الاطراف الاقليمية تلك التي تدعم الحوثيين ومنها ايران وبالتالي استخدام ادوات اخرى جديدة يمكن ان نسميه بالعصى والقذرة الان مرحلة العصى قد تمت والقذرة الان سيتم التعامل معها اضافة ايضا ستعود مرحلة اخرى لمن يرفض اي حلول من خلال بعد الاجتماع العادل لكل الاطراف هناك ايضا عصى اخرى جديدة سوف يتم ادخالها لإيجاد معادلات سياسية يمكن ان تفضي الى جاد حل سلمي عادل لكل الاطراف وبالتالي استقرار المنطقة وانهاء المشاريع الاقليمية تلك التي تريد ان تنتقص ليس فقط من حق الاخوة في اليمن او في الجنوب ولكن ايضا الاخوة في التحالف العربي وايضا المجتمع الخليقي والدولي وتعكر كل هذه القهود الدبلوماسية والسياسية في المنطقة نعم استاذ عبد الناصر ما هي الاخطاء التي وقع فيها سواء جمال بن عمر او اسماعيل ولد الشيخ والتي ادت الى فشل مهمة الرجلين ما هو الدعم المطلوب للمبعوث الاممي الجديد كي ينجح في مهمته يعني علينا ان نفرق بين مهمة بن عمر ومهمة ولد الشيخ مهمة بن عمر اتى والظروف مهيئة كانت تماما لان يحدث نجاح كبير في مشروع التسوية في اليمن ولسوء الحظ ان بن عمر كان من المساهمين في افشال هذا المشروع عندما دعم الحوتيين وتغاضى عن سيطرتهم على الارض وسهل لهم سيطرتهم على صنعاء الامر الذي ادى الى فشل التسوية السياسية الذي كان بن عمر طرف رئيسي فيها اما ولد الشيخ اتى بعد الحرب امكانياته كانت محدودة جدا وكانت الظروف قد خرجت عن السيطرة ولم يعود الامر كما كان عليه كما كان الوضع ايام بن عمر الان المبعوث الجديد يأتي كما ذكرنا في ظل وضع اكثر تعقيدا مما كان عليه الحال عندما عين ولد الشيخ عندما عين ولد الشيخ كانت الاطراف المتصارعة واضحة الان هناك اطراف كثيرة انا اختلف مع ضيفك الكريم عندما يتحدث بان الظروف اصبحت اكثر سهولة ايجاد الحلال اصبح الوضع معقد جدا الحوثيون في وضع قوي وايران ايضا في وضع قوي ايران لن تقدم على تقديم اي تنازلات في ملف لا تخسر فيها الكثير وهي ترى خصومها غارقين في هذا المستنقع هي تريدهم ان يبقوا في هذا المستنقع وبالتالي ايران لن تقدم على ان تقدم تنازلات او نقول خطوات ايجابية باتجاه الحل في اليمن على العكس من ذلك ايران هذه خطتها من زمان ايران تريد يمن فاشل يمن فوضوي يمن تعمه الفوضى ليجر المنطقة وتحديدا العربية السعودية الى هذه المنطقة وبالتالي ايران حققت جزء من اهدافها وهي تريد ان يستمر وستسعى بكل جهد لان يستمر هذا الوضع على ما هو عليه في اليمن كما ان الطرف الثاني وهي الحكومة الشرعية اصبحت بدون سلطة فعلية الرئيس هادي وفريقه لا يمتلكون اي سلطة على الارض حتى انهم لا يقدرون ان يمارسوا سلطاتهم في المناطق اليمنية وليس هناك من مؤسسات يمنية ليس هناك من ميزانية حكومية ومن يسيطر على الارض في المناطق التي هي خارج سيطرة الحوثيين هي قوى كثيرة متعددة ذات اجندات حزبية وجهوية خاصة بها ربما تتقاطع ولا ترتقل مع الهدف العام الذي دخلت من اجله السعودية وهي انهاء النفوذ الايراني وهزيمة الحوثيين نعم اذا استاذ علي الاستاذ عبد الناصر يقول الازمة معقدة اكثر مما كانت عليه في فترة جمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ هناك وصلت الازمة الى مناطق ربما جد خطرة هل الحديث يتم عن خطة سلام متكاملة ام ربما اجراءات حسن نوايا بناء ثقة هل يملك خطة لاحياء مسار السلام والتهدئة العسكرية ام فقط اقصى ما يمكن الوصول الى الية لتحسين الاستجابة الانسانية رغم انه الحديث عن خطة الا ان هناك غموض لناحية تفاصيل هذه الخطة حيثياتها وايضا حضوثها في النجاح والتطبيق انا في اعتقادي هناك ثلاث مراحل ثلاث خطوات الخطوة الاولى هو الاستماع لكل الاطراف في ظل المعطيات القديدة الاخرى التي نشأت خلال فترة الثلاث السنوات الاخيرة اضافة ايضا خلال الفترة التي فشل فيها المبعوثة الاممي السابق اسماعيل ولد الشيخ اضافة ايضا الى الخبرة الطويلة الواسعة التي استطاع التحالف العربي ان يفهم خارطة التحالفات داخل اليمن ومنه ايضا الحلفاء الاستراتيجيين الذين يستطيعون ان يصنعون السلام على الارض اضافة الى هذا هناك يتحدث ضيفك الكريم من عمان من ان هناك تعقيدات هذه التعقيدات تنشأ من خلال هناك اطراف موجودة سواء داخل الشرعية او خارج الشرعية يصعون الى استمرارية الحرب واستنزاف الاقوى في التحالف العربي لانهم مستفيدين منها بدليل ايضا اللعبة الفوضوية التي قرأت خلال الفترة القليل الماضية الاسبوع الماضي وما قبل الماضي من قبل بعض الاطراف داخل الشرعية ومنوع حزب الاصلاع الذين يريدون ان يقوضون العملية السياسية برمتها وبالتالي تعقيد المسألة حتى ان يتركوا بعض الاطراف الاقليمية تلك التي تلعب دور خطير جدا داخل المنطقة ولم يتوفر لديهم الرغبة الكاملة في امكانية الذهاب الى المساعدة للاخوة في التحالف العربي وايضا المجتمع الدولي في ايجاد حلول بعد ان فشروا حتى في الحلول العسكرية او القهود العسكرية من خلال ما لاحظناه ايضا في مأرب او فرضة نهم الامر الان تغير نهائيا هناك في القنوب الان نتائج ايجابية ملموسة لصالح الاخوة في التحالف العربي وحتى يدعم القهود الدولية والاقليمية لايجاد ايضا معابر او مخارج يمكن ان تؤدي للضغط المباشر على الحوثيين والحوثيين هم في وضع لا يحسد عليه على الاعتبار انهم انكوا خلال ثلاث سنوات الماضية ولم يستطيعون ان يؤسسوا على الاقل بذور او امكانية حتى اجهزة لادارة وهذا عكس ما يقوله الاستاذ عبد الناصر الذي يقول ان الحوثيين الان هم في وضع افضل هم يسيطروا على مناطق اوسع لديهم القدرة العسكرية والسيطرة على مناطق كثيرة في الجبال حول العاصمة لا هم لديهم في وضع افضل في وضع يحسد عليه واكد على ذلك اضافة ايضا ان الاخوة في التحالف العربي وايضا في المقاومة القنوبية او في الجيش الذي هو الان يقاتل الحوثيين في مناطق مختلفة لو لاحظت الان الانهيارات الواسعة التي حصلت خلال الاسبوع وعين الماضيين يؤشر من ان الحوثيين لم يستطعون اطلاقا من ضمان على الاقل تلك المناطق التي كانت تحسيطرتهم اضافة الى هذا فالحوثيون هم لا يستطيعون ان اول عفوا التحالف العربي لا يريد ايضا مزيد من الدمار ومزيد ايضا من سفك الدماء على اعتبارهم الان هم فقط الايقابية الوحيدة التي يتميزون فيها انهم يستخدمون المناطق التي يسيطرون عليها كدروع بشرية لحمايتهم وضعت هذه النقطة دعني اذهب فيها الاستاذ عبد الناصر في عمان اذا الحوثيون في مأزق وربما هذا يدفعهم الى التجاوب مع مبادرات جديدة يطرح المبعوث الاممي الجديد يعني الحوثيون نقول ليسوا في مأزق هم طبعا في حالة دفاع وقتال شرس لكنهم ليسوا مستعدين بان يقدموا التنازلات المطلوبة التنازلات المطلوبة هو ان يتراجعوا عن سيطرتهم على الارض وعن مؤسسات الدولة وهم لا يمكن ان يتنازلوا عنها هكذا دون ان يجبروا دون ان يكون لدى الحوثيين رغبة بان يتركوا السلاح وان يتركوا السلطة وهذا امر مستحيل يعني لا يمكن ان نتخيل ان جماعة استولت على السلطة بالحيلة وبقوة السلاح ان تسلم هكذا دون مقابل هم يقولون باننا مستعدين ان نكون شركاء في حكومة لكن في نفس الوقت يريدوا ان يستمروا في السيطرة على صنعاء وعلى المناطق التي مسيطرين عليها ويريدوا الاخرين ان يكونوا شركاء تابعين لهم وهذا الامر مرفوض من قبل الاطراف الاخرى ومن قبل السعودية الذي ايضا لا تريد ولا يمكنها ان تقبل بحزب الله او بسلطة كسلطة الحوثيين تتبع ايران تظل على حدودها الجنوبية لهذا السبب اقول بان المسألة ليست بهذه السهولة لكن استاذ عبد الناصر لا تعطي التحركات الاممية والدولية والاقليمية ايضا مؤشرات ايجابية حول ارادة وتوجه دولي باتجاه حل الازمة اليمنية عودة عدد من السفراء الغربيين الى صنعاء حديث عن دعوة تيريزا مي وحكومتها الى تحريك ملف الازمة اليمنية وجهود السلام في اليمن هذا يصب في صالح الحوثيين وليس ضد مصلحتهم كون سفراء يذهبون الى صنعاء ويفكوا العزلة الدبلوماسية عن الحوثيين هذا يصب في مصلحتهم ايضا الضغوطات الكبيرة التي تمارس على السعودية وعلى دول التحالف بوقف الحرب من قبل حلفاءها الغربيين هذا ايضا يصب في صالحهم ولهذا هم يشعرون بان الطرف الاخر عليه ضغوط الوقف الحرب في المقابل ليس هناك من امكانية للضغوط على ميليشيا ميليشيا لا يهمها العالم الدولي لا يهمها شعبها لا يهمها ان يزداد الحصار وان يزداد الوضع سوءا على الناس بل على العكس هي تستثمر الكارثة الانسانية في اليمن وتستثمر الوضع السيء الذي تساهم هي نفسها في ان يصبح بهذا السوء من اجل ان يضغط العالم على الطرف الاخر لوقف الحرب وبالتالي هذه الجماعة ليس هناك من ادوات للضغط عليها هي لا تتصرف كتصرف حكومة مسؤولة بحيث انها تخشى على علاقاتها الخارجية او تخشى على علاقاتها الاقتصادية او غيرها اضافة الى ان ايران من خلفهم لا تخسر شيء الذي يدفع الثمن هو الشعب اليمني القتلى والضحايا والدولة التي تنهار هي اليمن البعيدة عنها وبالتالي هي مرتاحة ايران لهذا الوضع الذي ستسعى بقدر الامكان لا ان يستمر اطول فترة ممكنة نعم الستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة اردن يا عمان شكرا جزيلا لك شكر موصول لسيد علي نعمان المصفري المحلل السياسي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك وراء الحدث متواصل معكم مشاهدين من استوديوهات الغد في لندن ملفنا الثاني بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد دفعة جديدة من مسلحي المعارضة تخرج من الغطى الشرقية ماذا يعني خروج فيلق الرحمن وجيش الفستاط بعد حركة احرار الشام من خارطة الميدان في الغطى ما هي الخيارات لدى الفصيل المعارض اليتيم المتبقي هناك وهو جيش الاسلام لماذا يتجمع المسلحون في ادلب وما الذي تعنيه استعادة الحكومة لكامل الغطى وقد بات الامر قاب قوسين او ادنى من التحقق اتفاق جديد بين المعارضة المسلحة والجيش السوري في الغطى الشرقية يوضع اليوم حيز التنفيذ اتفاق يقضي بخروج مسلحي فيلق الرحمن وجيش الفستاط وعائلاتهم من مدن وبلدات القطاع الاوسط للغطى الشرقية عملية الاجلاء من بلدات جوبر وعربين وزملكة وعين ترما وغيرها في الغطى الشرقية تطال الالاف وقد اعدت جيش السوري وحلفائه نحو مئة حافلة لنقل من رفضوا التسوية مع الحكومة وقرروا الانتقال الى مدينة ادلب شمال البلاد مصدر عسكري حكومي قال ان المسلحين سيحررون كافة المخطفين لديهم قبل اجلائهم كما سيقومون بتسليم الجيش السوري قطاع السلاح المتوسطة والثقيلة اضافة الى خرائط الانفاق ومواقع الالغام ومع خروج مسلحي فيلق الرحمن والفستاط من الغوطة الشرقية لن يتبقى سوى جيش الاسلام الذي يسيطر على مدينة دوما وهو ما يعلن استرداد الجيش السوري لنحو 90% من الغوطة عبر الحرب والتسوية ثم تتقارير تتحدث عن مفاوضات بين الروس وجيش الاسلام في مناطقه ولكن لا يوجد اي تصريحات رسمية من الطرفين حول ما هي هذه المفاوضات وتفاصيلها من وجهة نظر البعض لن يكون مجديا للحكومة السورية سوى اجلاء جيش الاسلام كغيره من الفصائل فيما يرى فريق اخر ان جيش الاسلام بوصفه جزء من مفاوضات استنى ربما يمتلك خيار البقاء ولكن بشروط سلام دائم مع دمشق معي من بيروت العميدة المتقاعد الياس فرحة الخبير العسكري ومن عمان اللواء المتقاعد فايز ادويري الخبير العسكري الهن بضيفي الكريمين وابدأ معك سيادة اللواء كيف تفسر هذا الانهيار السريع للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية وكيف يتم الاتفاق مع احرار الشام وفيلق الرحمن بهذه السرعة هذه المفاوضات كانت بدأت مع جيش الاسلام الذي كان يتعرض للتخوين من هذه الفصائل نتيجة التفاوض مع الجانب الروسي يا سيد اولا لماذا هذا الانهيار السريع هناك اسباب موضوعية ميدانية وهناك اسباب خارجية اولا الحملة الروسية اعتمدت سياسة الارض المحروقة كان معدل الغارات الجوية اكثر من 150 طلعة جوية تم تدمير بلدات باكملها وبالتالي لم تكن هذه القوات قادرة على الاستمرار في الدفاع هذه النقطة الاولى فيما يتعلق بالبعد الداخلي نحن لسنا امام فصيل واحد نحن امام ثلاثة فصائل رئيسية جيش الاسلام فيلق الرحمن احرار الشام كل يعمل في قاطع بينهم تاريخ من الصراع المرير وكان بأسهم بينهم شديد وعضاع ثلثي الغوطة بسبب الصراعات الداخلية على امور لا اود الدخول فيها لانها قد تسيح وبالتالي بدأوا الان في هذا اليوم ومن مساء الامس بنشر غسيل بعضهم بعضا وكيل التهم بان هذا طعنني في الظهر وهذا وهذا ولكن دعني اقول ان هذه الفصائل كل فصيل مرتهن الى ارادة خارجية اقليمية يعمل وفق رؤية الدولة التي تموله اي بمعنى اخر اصبحوا امراء حرب اكثر منهم من قادة فصائل ثورية في بداية المعركة سقطت الاجزاء الشرقية من الغوطة بصورة مفاجئة خلال 12 ساعة سقطت 12 بلد وحوش ربما المنطقة السهلية وهذا مبرر لكن المناطق الغربية يعني كان هناك فيه يوجد مقاومات للصمود هذه الفصائل الموجودة منذ اكثر من خمس سنوات في هذه المناطق يا سيدي المنطقة التي اقصدها الحدود الشرقية للجيب المحاصر كانت منطقة تصلح للدفاع وفيها تلال استراتيجية كان يجب ان لا تسقط ولكن سقوطها ادى الوصول الى منطقة المزارع وبالتالي دخلوا في الارض الرخوة من حيث الدفاع وانطلقوا باتجاه الحدود الشرقية للبلدات الغربية او الجزء ذي الكثافة السكانية وهنا دخلوا الى بيت سوا ومديرا ومسرابا واستطاعوا من خلال هذه الحركة ان يتصلوا مع ادارة المركبات ان يدخلوا من منطقة المزارع ما بين حرستا ودومة وتم تقسيم الغوطة الى ثلاثة اجزاء نعم شكلت غرفة عمليات مشتركة ولكنها لم تفعل وبالتالي اصبح كل فصيل يقاتل لوحده وهنا بدأت التقييمات الداخلية للقادر الميدانيين حول مآلات المعركة اضعف الجبهات كانت حرستا فكانت اسرعها لعقد اتفاق رغم انها كانت ترفض ثم كانت الجبهة الثانية من حيث الضعف هي الجيب الجنوبي رغم تصريحات فيلق الرحمن بانه سيقاتل حتى اخر قطر الدم ولكنه كان سباقا وقبل جيش الاسلام وحتى عبد الناصر شمير نعم قائد فيلق الرحمن ربما وجه تهم بيئة الخيانة لجيش الاسلام سيادة العميد فرحات في بيروت جيش الاسلام الآن يتهم فيلق الرحمن وحرار الشام بالتخاذل والتخلي عن الغوطى وابرام اتفاق منفرد مع الروس والجيش السوري رغم ان مفاوضات علوش مع الروس كانت منذ الاسبوع الاول للعملية العسكرية السورية في الغوطى الشرقية من خذال من وما الذي ترسم هذه الاتفاقات تحياتي لك وإضافك كاريم والمشاهدين كرام كما قال ضيفك قبل قليل أن هذه الجماعات هي مرتهنة للجهات إقليمية وخارجية هم ليسوا أسياد قرارهم هم أمراء حرب كما وصفهم فعلا هذا التوصيف يطبق عليهم وبالتالي لا يمكن تطبيق القواعد العسكرية وقواعد القتال والتكتيك عليهم طالما أنهم يتلقون أمرهم من الخارج ومنذ فترة ليست قصيرة العلاقات التركية الروسية تأخذ مدى تقارب كبير يترجم هذا التقارب في داخل سوريا لأن تركيا تخلت عن القوات المعارضة في مدينة حلب بطريقة إخراجها كان ذكيا بحيث يبدو أنها لم تتخلى لكنها عمليا تخلت وسلمت حلب والآن الأمر نفسه يكون في الغوطة وما تزامن العمليات في عفرين والغوطة إلا دليل على أن تركيا هي فريق أساسي وهي التي تديرها أولاء القيادات وهي التي أدت إلى هذه الاتهامات المتبادلة وهذه الانهيارات العسكرية في الغوطة الشرقية التي لم يكن يتوقعها أحد قبل ذلك المخابرات التركية تمسك تماما بهذه الفصائل وتعرف كيف تديرها اليوم هناك عملية اشتباكات في منطقة إطلب بين هيئة تحرير الشام وجبة تحرير سوريا وهناك مئات الضحايا بشكل كل أسبوع واشتباكات يومية وهناك اشتباكات أيضا في عفرين بين أحرار الشرقية وفرقة الحمزة وهناك قتلى وجرحة في هذه الاشتباكات بين الجانبين على ما يقال بين قوسين على الغنائم من الأكراد عفرين أمر أن يؤسف له لكن الإدارة التركية لهذه الميليشيات ذكية جدا تظهر أن هناك خلافات وأن هناك أخطاء في التكتيك والاستراتيجية والعمال القتالية لكن المهم الواضح أن تركيا قد تخلت عن هذه المعارضة السورية وضحت الصورة في هذه المقطة ونشهد قريبا مزيدا من التخلي نعم سيادة اللواء ما هو مصير مدينة دومة الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام جيش الإسلام الذي كان بدأ بالتفاوض مع الروس قبل أحرار الشام وفيلق الرحمن عبر مبعوثة إلى جينيف محمد علوش يا سيدي هناك خيارين لا ثالث لهما الخيار الأول الوصول إلى مصالحة ولكن أنا أرى أن هذه المصالحة تختلف عن حرستا وعن عربينزا ملكا وبالتالي كيف يمكن لهذه المصالحة أن تكون فيما إذا قيض لها أن تنجح جيش الإسلام مغطى سعوديا جيش الإسلام موجود في أستنى موجود في جينيف وهناك مفاوضات بدأت بينه وبين روسيا منذ أكثر من ثلاث أسابيع وقدم بادرة حسنية عندما سلم أو أجلى عناصر من جبهة النصرة كانوا مسجونين ودخلت بدل ذلك المساعدات إذن هناك تفاوض من ثلاثة أسابيع لكن مشكلة جيش الإسلام ليست كجيش فيلق الرحمن وأحرار الشام فيلق الرحمن وأحرار الشام لهم قاعدة في إدلب جيش الإسلام لا يوجد له قاعدة في إدلب وهو غير مرحب به أصلا في إدلب هناك سيادة لواء الحديث أن الطرح الروسي كان يقضي ببقاء عناصر جيش الإسلام الراغبين في المصالحة وتدخل الشرطة الروسية والدوائر الحكومية إلى دومة ويخرج من لا يرغب بالمصالحة باتجاه القلمون الشرقي هذا ما كنت سأتحدث عنه لأنه لا يوجد منطق يذهب إليها فبالتالي أنا أرى كما تفضلت وكما أشار المرصد السوري أن قد يكون هناك اتفاق ما أن هذه الجماعات لا أقول تصبح ماليشيات رديفة إلى روسيا أو أداطي عبيدة روسيا ولكن تحت الغطاء الروسي سيبقى داخل دومة من يقبل بشروط المصالحة ومن لا يقبل يخرج إلى القلمون الشرقي لأنه لا يوجد مجال آخر له نحن نتحدث عن 13 إلى 15 ألف قد يخرج 6 ألاف ويبقى 8 إلى 9 ألاف أو العكس هؤلاء يصبحوا مسؤولين عن ضبط الأمن الداخلي في ظل العلم السوري وعودة المؤسسات الدولة تحت الضمان الروسية إذا لم يتم الاتفاق على ذلك ستستمر المعركة وستدمر دومة نعم سيادة العميد هل فقد جيش الإسلام موقع المفاوض القوي يعني هو كان يفاوض على كامل الغوطة الآن يفاوض على دومة فقط نعم فقد موقع المفاوض القوي لأنه محاصر حصارا محكما من جميع الجهات وصحيح أنه منذ يومين حتى الآن لم تحصل أعمال قصف على دومة لكن عند أي خلل في المفاوضات ممكن أن تحصل أعمال قصف مدفعي أو طيران يعني هذا أمر ممكن لكن حتى الآن الأنباء تشير إلى أن المفاوضات تتقدم خصوصا أن قرار الغوطة وقرار جيش الإسلام ليس في دومة وليس في سوريا يعني عندما طاقة صفقة S-400 بين روسيا وبين المملكة العربية السعودية هذا يدل على أن هناك عمق في العلاقات يعني أخذ يسير في الاتجاه البلدين وتشكل مشكلة دومة وجيش الإسلام جزئية في العلاقات السعودية ولكن ربما كما تحدث سيادة اللواء فايز الدوري من عمان ليس هناك أرض بديلة مكان بديل يذهب إليه جيش الإسلام غير دومة ليس مطروحا خروج كل جيش الإسلام يعني هناك من يقبض رواتب باسم جيش الإسلام بحدود 30-40 ألف كان في دومة لا أدري كم تناقص العدد حتى الآن يعني ممكن أن يخرج البعض منهم ربما إلى درعة أو إلى القلمون الشرقي لكن الأكثرية وبناء لتوجهات خارجية سوف تجري تسوية أوضاع مثل ما جرى لقسم كبير من المسلحين في مناطق أخرى في الغوطة الجنوبية والغربية أي زبداني ودري ومناطق أخرى إذن ما هي الخطوة القادمة الآن للجيش السوري وحلفاء بعد حرستة وجوبر وزملكة وعربعين إلى أين تتجه الأمضار؟ هل سيكون حي القدم مخيم يرموك عنوان المرحلة القادمة؟ نعم المرحلة القادمة الحجر الأسود والقدم والعسالي وقسم من مخيم يرموك حيث يسيطر تنظيم الدولة داعش على تلك المنطقة وأعتقد أن هجوم الجيش السوري سوف يحظى بمباركة إقليمية ودولية كون الهدف هو داعش وليس مثل هجوم على الغوطة حيث جاء أنظار أمريكي بقصف الجيش السوري وتدخل الرئيس ماكرون واستحضر الملف الكيموي وحصل توتر روسي أمريكي بسبب الغوطة أما المنطقة القدم وأسائل الحجر الأسود لا أعتقد أنه سيحصل أي توتر في هذا الموضوع سوف تمضي خدما العمليات بشكل سريع نعم سيادة اللواء ما هي الخطوة القادمة بالنسبة لهذه الفصائل التي اختارت الانسحاب والرحيل إلى إدلب؟ هذا التجمع الكبير للفصائل المعارضة في إدلب من أحرار الشام بالأمس إلى فيلق الرحمن اليوم فضلا عن جبهة النصرة المسيطرة بشكل كبير على إدلب يا سيدي دعنا نعود إلى تصريح لافروف عندما قال عام 2018 هو عام جبهة النصرة الآن جبهة النصرة هي العضو الرئيسي في هيئة تحرير الشام نعم أنشأت منذ ثلاثة أسابيع تحرير سوريا جبهة تحرير سوريا إذن أصبح لدينا الآن هيئة تحرير الشام عماية النصرة إصرار روسي على القضايا عليها إنشاء كيان جديد جبهة تحرير سوريا تحظى برعاية تركية وبموافقة روسية إذن كما قيل في عام نهايات 2016 وبداية 2017 ستصفي هذه الفصائل بعضها إذن علينا أن ننتظر الآن أن تقوم جبهة تحرير سوريا بمحاولة القضاء على هيئة تحرير الشام أي سيكون وقود الحرب الفصائل التي تم تجميعها من خلال المصالحات بثلاث سنوات وجمعت في إدلب أنا هكذا أرى لتنوب هذه القوات عن قوات النظام التي ستكتفي بالتوقف عن سكة الحديد نعم ما حقيقة ما يشاع سياد العميد فرحات في بيروت عن وجود صفقة روسية تركية الغوطة مقابل عفرين حسب محللين هذا ما دفع أنقرة لاستخدام نفوذها لدى المجموعات المسلحة في الغوطة وبذات الوقت دمشق مستفيدة من وعد تجربة أو حلم الإدارة الذاتية الكردية في عفرين وبالتالي هذا التحول التركي ما هي حدوده؟ لا يمكن لأي مراقب ومتابع الأحداث إلا أن يربط تزامن العمليات العسكرية التركية في عفرين والجيش السوري وحلفاءه في الغوطة بصفقة ما الصفقة لم تعلن تركيا لا تظهر كثيرا على الشاشات في الإعلام حول هذا الموضوع وحول الصفقات لكن إذا أمعنا فيما يجري ميدانيا نجد أن تركيا في قلب الحدث إن كان في عفرين وإن كان في الغوطة وإن كان قبله في حي الوعر وإن كان قبله في الزبداني ومناطق أخرى جميع المقاتلين الذين سلموا الأسلحة الثقيلة وانتقلوا بسلاحهم الفردي إلى إدلب جرى ذلك كله بموافقة تركية وكانت تركيا على دراية بكل تفاصيل عمليات مفاوضات وانتقال هؤلاء المقاتلين إلى محاذاتها في إدلب لذلك الدور التركي أساسي وأعتقد أنه أنيط بتركيا التصرف مع هذه التنظيمات التي تصل إلى إدلب والتي يبلغ عددها حتى الآن هناك رقم مخيف حوالي 150 ألف مسلح في منطقة إدلب لوحدها والأنشئ أجابات تحرير سوريا لكي تقاتل هيئة تحرير الشام وربما ينشأ متنظمات أخرى وبالأمس وزارة خارجية أمريكية وضعت كتيبة الإمام البخاري التابعة للتركستان الصيني راح تلائحة الإرهاب بعد سبع سنين من وجودها في سوريا تذكرتها بالأمس يعني كل ذلك يشير إلى أن هناك نوع من توفقات دولية وأقليمية القضاء على كل هذه التنظيمات نعم سيادة اللواء ما هو حجم ومدى استمرارية التحول التركي من الناحية العملية التنسيق المباشر مع الجانب الروسي والإيراني وغير المباشر مع الحكومة السورية يا سيدي يعني الآن الاستراتيجية العسكرية الروسية نأخذها من تصريحات الرئيس أردوغان تصريحاته أول أمس مختلفة عن تصريحاته هذا اليوم أول أمس تحدث عن إدلب منبج اليوم تحدث عن تل رفعت نعم لأنه كان هناك في مظاهرات في إعزاز واتهمت الجيش التركي بأنه يحول دون تطهير جيب منغ تل رفعت اليوم التركيز على تل رفعت إذن الآن المقاربة التركية كالآتي امتداد الجيب الكردي في ريف حلب الغربي والشمالي الشمال الغربي والغربي هذا يجب أن يتم تصفيته إذن الآن نحن نتحدث فقط عن منبج وما شرق الفرات هناك محاولات تركية بين الفترة والأخرى لنشر نقاط مراقبة وقد نشرت النقطة السادسة قبل حوالي ثلاثة أسابيع إذن نحن نتحدث الآن عن جيب نفوذ تركي يشمل إدلب يشمل عفرين قد يكون هناك مفاوضات وإيجاد مخرج تركي أمريكي لمنبج ومن ثم نبدأ نتحدث عن التطلعات التركية ما شرق الفرات خاصة أنها عززت بإحاطة استراتيجية هناك عمليات عسكرية تركية في سنجار لمواجهة البيكاكا إذن التطلعات الاستراتيجية الروسية التركية التي يرسم خطوطها العام من رئيس أردوغان من تصريحاته هي تتحدث عن أكثر من 1200 كيلومتر 950 كيلومتر الحدود مع سوريا وأكثر من 250 إلى 300 كيلومتر من الحدود مع العراق نعم اللواء المتقاعد فايز أدوريا الخبير العسكري كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك الشكر موصول للعامدة المتقاعد اليسى فرحة الخبير العسكري كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك كل الشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابع وصلنا إلى ختام حلقة هذه الليلة من وراء الحدث ألقاكم بخير